علنت كل من السعودية والكويت وعمان يومي الأحد والاثنين عن التوالي إغلاق الحدود للوقاية من تفاشي فيروس كورونا الجديد المتحور قامت السعودية مساء الأحد بإغلاق حدودها البرية والبهرية مع تمديد تدابيرها بشأن تعليق كافة الرحلات التجارية الدورية لمدة أسبوع علنت الحكومة الكويتية يوم الأثنين أنها ستغرق حدودها البرية والبهرية يعتبارا من الساعة الحاضية عشر مساء يوم الذاته مع تعليق كافة الرحلات التجارية الدورية حتى لأول من يناير عام المقبل أما عمان فأقرت إغلاق حدودها اعتبارا من يوم الثلاثة لمدة أسبوع